ضجت صفحات عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الاعلامية في الساعات القليلة الماضية بخبر تعرض الممثلة المغربية نرجس الحلاق لأزمة قلبية خلال تواجدها بمدينة الداخلة ما استدعى نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى وكشف مصدر مقرب في تصريح أن الأخبار المتدولة حول إصابة الحلاق بأزمة قلبية لا أساس لها من الصحة مضيفا أنها بالفعل تعرضت لوعكة صحية مفاجئة نقلت على إثرها إلى أحد المصحات الخاصة بمدينة الداخلة والمصدر ذاته أفاد بأن الفحوصات الطبية الأولية أظهرت إصابة الفنانة بالتهاب على مستوى الرئتين ليتم بعد ذلك ناقلها إلى المستشفى العسكري بمدينة العيون نافيا ناقلها إلى الضار البيضاء ألمت نطائرة خاصة وتبع المصدر بأن الحالة الصحية للحلاق حاليا مستقرة ويرافقها في المستشفى والد ابنتها الممثل مهد فلان وكانت نارجس الحلاق الممثلة المغربية حالت قبل أيام بمدينة الدخلة رفقت مجموعة من الفنانين والمخرجين المغاربة والعرب من أجل حضور فعاليات المهرجان السينمائي للفيلم في دورته لسنة 2023 بالشفاء العاجل للممثلة المغربية نارجس الحلاق وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية المقطع لا تنسوا للشراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديدنا ترجمة نانسي قنقر